اعتقلت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة عصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسية أفريقية تعمل في ترويج المواد المخدرة وأوضح مصدر في إدارة مكافحة المخدرات لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن العصابة مكونة من امرأتين ورجلين وبعد القبض عليهم وتفتيش منازلهم تم ضبط ما يقارب ثلاثة كيلو من المواد المخدرة وتجري الجهات المعنية إجراءات التحقيق مع العصابة كما تم ضبط مواطن على علاقة بالعصابة